أصدر رئيس الجمهورية عبد الرب منصر هادي قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني وأتعين أحمد أحمد غالب المعبقي محافظا للبنك المركزي اليمني ورئيسا لمجلس إدارة البنك ومحمد عمر باناجة نائبا لمحافظ البنك المركزي اليمني نائبا لرئيس مجلس الإدارة كما قضى القرار بتعين سيف محسن عبود الشريف وجلال إبراهيم فقيرة وعلي محمد الحبشي وخالد إبراهيم زكريا أعضاء في مجلس إدارة البنك إلى ذلك أصدر رئيس الجمهورية قرارا بتكريف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة أعمال البنك المركزي منذ تاريخ نقله ومباشرة عمله من العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر 2016 وحتى نهاية العام 2021 وفي سياق متصل صدر قراران جمهوريان قضي بتعين هاني محمد حزام وهاب نائبا لوزير المالية ومنصور عبد الكريم راجح وكيلا لقطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي اليمني اشتركوا في القناة